بعد أسابيع من المفاوضات الماراتونية والعمل المكتف للجانة الدول الثلاثة المشاركة في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يوقعون بالجزائر على مذكرة تفاهم لمواصلة وتعميق الدراسات التقنية والقانونية لتجسيد أكبر منشأة لنقل الغاز بإفريقيا اجتماع اليوم كان مكملا لاجتماعين الماضيين وتطرقنا للتقرير مفصل من قبل اللجنة الفنية ولجنة الكوميتيت بيلوتاج اللجنة المراقبة قرار اليوم أننا نوضع مذكرة تفاهم وقعناها الآن أمامكم لكذلك مواصلة كل البرامج التي قررناها بالنسبة لإجاز هذا المشروع ومن أهمها هي الدراسات للمشروع اتفاق الجزائر ثمارة أشهر من عمل اللجان المكون من خبراء للدول الثلاث لتحديد تفاصيل الفنية وتكييف الإطار القانوني وفق خصوصية كل دولة نيجيريا والنيجر والجزائر يتفقون على مشروع إنجازوا وإنجاحوا في فترة وجيزة إن شاء الله اجتماع الجزائر الثالث أكد مرة أخرى التزام الجزائر نيجيريا والنيجر بتسريع وطيلة تنفيذ المشروع بما فيه البحث عن تمويلات من الشركاء الموينين والمنفدين للمشروع لقاؤنا اليوم هو استكمال الالتزام بين نيجيريا والنيجر والجزائر ونحن سنعمل معا لتشييد مشروع أمبوب نقل الغاز العابر للصحراء هذا المشروع نستهدف به تحقيق الأمن الطاقوي للقارة الإفريقية نحن متفائلون جدا بحالة تقدم التي يشهدها مشروع نقل الغاز العابر للصحراء تم تنصيب لجنة الخبراء وهي اليوم تقوم بتقديم بيانات دقيقة لدراسة الجدوى هذا المشروع مهم جدا للبلدان الثلاث كل شيء ممكن عندما نضع مجهوداتنا معا على امتداد أكثر من 4000 كم أمبوب الغاز الضخم الذي يربط رابع أكبر احتياطي للغاز بالعالم بقلب أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر يسير بخطوات ثابتة نحو التجسيد لتكون الجزائر بوابة لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو القارة العجوز ترجمة نانسي قنقر